لما حدث في الفترة الاخيرة بعد الثورات العربية اللي حصلت وظهرت الخلافات اللي كانت مدفونة تحت السطح وان كانت كانت موجودة وهي بعض الافكار بين المسلمين فاصبح كل من له فكر بيتكلم محدش بقى ايه بيكبت احد ومش كده وبس واصبح كمان عنده القدرة انه هو يؤثر بهذا فكري في الواقع واحنا عارفين ان عندنا فكر نشأ في وسط الامة من حوالي 250 سنة اما قربت الايه 300 سنة بالتحديد من 1750 الميلادية وهذا الفكر اللي بنسميه احنا الفكر الوهابي الفكر الوهابي ده نشأ حركة الوهابية دي حركة نشأت في نجد سنة 1750 او 52 ميلادية بزعامة احد الافرار اللي كان بيتعلم علوم الدين وابيه كان عالما من علماء الدين واخو سليمان بن عبدالوهاب كان عالما كبيرا من علماء الدين ولكن محمد هذا انشأ فكرا يخالف اجماع الناس وتزعم هذا الفكر وخرج على اجماع المسلمين بفكر جديد وتعريف جديد للتوحيد ما كانوش يعرفوه قبل كده المسلمين مسلمين تقول لهم المحيدة وبنا لكن هو جاء بتعريف جديد وفكر جديد ثم صادف في هذا الوقت ايضا نشوء قائد في بلاد نجد اسمه عبدالعزيز السعود يريد ان هو يعني يفرد سيطرته على اراضي الحجازية ويبقى ليه القيادة السياسية وفي نفس الوقت كان الانجليز يريدون ان يقضوا على الخلافة العثمانية علشان يمكنوا اليهود من انهم يعيشوا في فلسطين طول ما في خلافة ما كانوش يقدروا اليهوديين لان الخلافة جمع المسلمين حدش يقدر يخترق فاراد الانجليز انهم يقضوا على الخلافة العثمانية تمهيدا لزرع ايه هذا الجسم الغريب في الامة والخلافة العثمانية كانت في هذا الوقت بدأت تبعف فلما وافق هذا كله ظهور نجم محمد بن عبدالوهاب ويخالف اجماع المسلمين وبعدين ضد آل البيت لان لا يرى فيهم يعني مزية على احد والاراضي الحجازية كان يحكمها اشراف حسنيين من لدن الخلافة الاموية الحاد في فكر الوهاب فكان هو يريد ان هو يعني عبدالعزيز السعود ليس من آل البيت وليس حسن ويريد ان هو يساعتر على الاراضي الحجازية فلابد ان يبقى فيه فكري طالع جديد يقول لك ان آل البيت دول ليس لهم يعني مزية معينة ودول كسائر المسلمين وبالتالي نبقى نخلص من الجماعة دول ونمكن للاراضي الحجازية من ليس من آل البيت انا بحكي لك فكرة تاريخية قديمة يعني فالمهم الخلافة العثمانية كانت تبجل آل البيت وتوقرهم وتحبهم ويغلب عليهم التصوف ومحمد بن عبد الوهاب كان يكره المتصوفة والأولياء ويعتبر آل البيت كسائر المسلمين ففكره يناسب ما ذهب اليه الانجليز من القضاء على العثمانيين لانه فكره يخالف العثمانيين على كل حال فحصل تزاوج بين هذه العقيدة الغريبة اللي طلعت وبين عبد العزيز السعود ومكنوهم بالسلاح من انهم يسيطروا على الاراضي الحجازية وتاريخ نجد مشهور ومطبوع ممكن تشتريه وتقرأه وهم حيحكو لك كيف انهم منعوا الناس عن الوصول الى الاراضي الحجازية والحج وقتلوا 30 الف حج معتمر جايين يحجوا على اعتقاد انهم مشركين قتلوهم بزي الاحراء باستلاح الانجليزي مما استاد عن الخليفة العثماني طلب من محمد علي الكبير وكان بيحكم مصر في الفترة دي انه يفتح طريق الحج للناس لانه كان عنده جيش قوي فبعت لهم ابراهيم ابنه بقيادة جيش كبير من المصريين في معركة اسمها مراكة الدراعية يمكن انتم تعرفوا عشان يفتح طريق الحج للمسلمين لانهم قطعوا طريق الحج على الناس عدة سنوات القصة معروفة فانت ممكن تشتري تاريخ نجد وده تم مطبوع بمرور الوقت اراد الله ان فعلا يقضع الخلافة العثمانية قضع الخلافة العثمانية وانتهوا منها ثم فرقوا المسلمين الى دول وشيع وكل مجموعة خدت قطر من الاكتار علشان يسهل قيادتهم وسياستهم بالطريقة التي يعني يحبها حكام الغرب واعداء المسلمين وصادف ايضا ظهور البترول فكسرت الاموال فالاموال دي استخدمت لنشر هذا المذهب بمطبوعات لا حصر لها فانتشر هذا المذهب انتشار النار في الهشيم وهو مذهب يخالف ما عليه اجماع المسلمين لكن انتشر وافق ضعف المسلمين فرق في المسلمين انتشار الاموال كسرة البترول نجاح اهل نجد في السيطرة على الاراضي الحجازية واطلق اسمهم عليها يقولك السعودية ودي قبيلة صغيرة من قبيل النجد خلوا جزدت العرب كلها اسمها السعودية على اسم قبيلة ثم لما انتشر البترول وحصل عمران اصبح هناك عقود عمل تأتي اليها من جميع جنسيات العالم عشان يعيشوا في البلاد دي فتوارد اليها جميع جنسيات المسلمين فعاشوا هناك وابدوا اموال البترول مرتبات فتشربوا الفكر الوهاب فلما عادوا لبلادهم عادوا بهذا الفكر متشبعي فانتشر في كل بلاد المسلمين للأسف في حين عدم نشاط لباقي العلماء في وسط العامة نشاط العلماء التانيين كان نشاط كالرصوف كتابة مؤلفات في الرد على هذا المذهب ولكن احنا في زمن الناس لا تقرأ فاصبح المذهب ينتشر والمؤلفات تكسر ولكن لا يقرأها احد حتى وصلنا الى هذه المرحلة تسمع مثلا ان في ليبيا الوقتي قاعدين يفجروا قبور الاولية واحنا عندنا انتهاك حرمة قبور المسلمين ده من الكبائر المسلم ميت حرمته كحي سواء بسواء ده اعتقاد المسلمين كده اعتقاد المسلمين ان نبش القبور من الكبائر اي قبر مسلم فما بارك لو كان قبر ولي او من البيت يكون اشده قبحا اذا كان المسلم العام العادي العاصم فاعل الكبائر الذي مات مصرا عليها ودفن يحرم نبش قبر والاقتراب منه لانه مسلماء وحرمة او حرمة المسلم ميت كحرمة حي فما بالك ان دول اصبحوا ينبش القبور واش كده ده بيفجروها بالنيران ثم بعد ذلك يسووها بالارض ويعتقدون انهم يفعلون ذلك حفاظا على التوحيد لانهم في اعتقادهم ان زوار القبور يعبدون المقبورين وما حصلش ان المسلمين عبدوا مقبور ابن المسلمين طول انه عارفين ان ربنا حي لا يموت وهم بيزوروا الميت وعارفين انه ميت فازاي انا اقول ان ربنا حي وزور ميت واعتقد انه هو ربنا ازاي دي تعالى ما حصلش ما حدش ما حدش عبد مقبور ابدا ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق خلقه الله لم يحدث ان الناس اشتبهت عندها مشكلة ان يعبدوا المقبور ابدا اولا اولا الله ليس لا يموت ثانيا الله ليس بجسم والله لا في جهة وبالتالي ازاي انا وانا رايح يسألني انت روح تزور فيه اقول له فلان مات حزوره طب فلان مات اللي حزوره ريب ابعبده طب انا عارفه فلان ومات المهمة هو نشأ في ذهنهم فكر غريب ان زيارة القبور والتوسل بالموتة ده شرك صريح صريح واللي يفعل كده يدقى كافر وهذا يخالف ما عليه الامة على مر العصور واصبح لهم صولة يعني مفتي ليبيا متشبع بالفكر الوهاد تصور انت بقى مفتي ليبيا متشبع بأزا الفكر وبالتالي يخشوا على قبر سيدي احمد زروق يفجروه سيدي علي الاسمر يفجروه هنا في مصر يمكن من حوالي سنة سمعته ان تدوا على بعض قبور الناس الاولياء في محافظة القليوبية هنا في مصر فلما حصل حكاة دي من سنة انا طبعت الرسالة دي ووزعتها على الناس لكن يبدو ان الناس ما بتقراش هذه الرسالة انا سمتها ايه حول قضية هدم الاضرحة وما فعله السفهاء منا هذه الرسالة انا طبعتها منذ عام وطبعت منها خمس تلاف نسخ وزعتها على كل من اعرفه ولا اعرفه حتى انها وصلت لمالي والنيجيريا والسودان وبعدتها الناس في ليبيا وناس في الجزائر في كل حطة لكن يبدو ان الناس تاخد الحاجة وما بتقرهاش لان من الناس اللي هما قريبين مني وديتهالهم يسألوني اسئلة تدل على انهم لم يقرؤوه فيبدو ان الواحد بياخدها تبركا ويشيلها في جيبه وخلاص وبقينها في زمن الناس تحب تسمع اكتر ما تقرأ فبناء على ذلك لما حصلت الطامة الكبرى في ليبيا واحنا الوقت الاتجاه السلفي اصبح ليه احزاب في مصر ويمثل احزاب سياسية وحيبقى ليه يد تنفيذية في بلدنا لانك عندك حزب الاصالة وحزب النور دول سلفيين متأسرين بالفكر الوهادي ولو ادعوا ان هما مش متأسرين لكن هما بيقولوا بهذا الفكر واخد بالك فاحنا بناء على ذلك قررت ان هذا الدرس واقجل صعيل بخاري وحقرلكم هذه الرسالة عشان انتو بتكسلوا وتقروا لوحدكم وهعلق عليها ده موضوع الدرس النهار وبرجاء نشر هذا الموضوع لكل الناس اللي ليه اتصال بالنت ينزلها على اليوتيوب وينزلوها في كل حتة علشان هذا الفكر بقى موجود في الجزائر وموجود في مالي وموجود في نيجيريا وموجود في كل بلاد المسلمين وموجود في بلادنا وهذا الفكر استباحة واحل دماء المسلمين وعمل فرقة شديدة احنا كنا بنكتفي بالمطبوعات ونسكت قبل ما كان لهم يد تنفيذية في بلادنا انما الوقتي اصبح لهم يد تنفيذية بعض الوزراء منهم وبعض المسئولين بقوا منهم وبعد شوية يمكن نلاقي وزير الداخلية يطلع منهم وبعد شوية يتلاقي وزير مش عارف ايه يطلع منهم وبعد كده شوية رئيس الجمهورية يطلع منهم فهتبقى مصيبة وبعدين هذا يؤدي الى صدمة المسلمين في عقائدهم تصور انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك كويس حوش كده احنا بنسمي المخبرة اللي بنتفن فيها قريبنا نسميها حوش مش كده برضو افرد انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك وقفله بحيطة وحطت عليه بوابة تردى حد يجي يقتحم البوابة دي ويخش ببلدوزر يطلع رفات اجدادك واباءك وبعدين مش كده وبس ده بعضهم بيفجروا على الدعاء ان الاسلام امرنا بكده الاسلام امرنا ننتقى في حرمة الموتة وندخل على الناس فيما يملكون وبعدين نفجرها ونهدم الجدران الاسلام امرنا بكده اذا كان الاسلام امرنا بكده يبقى احنا حاجة بالاتنين يا جاهلنا الاسلام يا اما احنا اعداء للاسلام وبنتمحك في الاسلام يعني هم يا جاهلة يا اما اعداء للمسلمين مفيش احتمال تالت يا جاهلنا نعلمهم يا اعداء للمسلمين فهم العدو فاحذرهم واضح فاذا كانوا جاهلة احنا هنعلمهم وحنقرأ لهم ادلة العلماء على مر العصور ونحللهم الاشكالية اللي في ذهنهم المتعلقة بالاولياء وزيارة الاولياء اشتركوا في القناة